سيد أحمد من بلدية عين ذهب بيتيارت طفل تحمل المعاناة مبكرا بعدما أصيب بمرض على مستوى الكبد جاء له أسير دواء خاص يجب توفيره كل شهر وتبلغ قيمة العلب الواحدة 25 مليون سنتيم هذا الطفل يحب كثيرا الدراسة غير أن تدور مرضه حالا دون الحفاظ على مداومته بالمدرسة طيلة هذه السنة ماذا بكم تعالجوا هنا؟ أهم ما تعاني هو يعاني وقالت الشيء والوقت اللي رأنا فيه واش رح نقولكم؟ في سبيل الله في سبيل الله فعائلته وخاصة والدته التي تكفله تطالب بإيجاد علاج لحالة ابنها الوحيد وتنادي أهل الخير من المحسنين بإنقاذه من الخطر بتوفير هذا الدواء الذي به يستمر في الحياة